موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من قناة العربية ونبدأها بأبرز العنوين طريق التي تصني من مكتب في دمشق ومكتب الجبع عربية في دمشق عن طريق الفريق أول من الدابي مكلف العرب يعتبر أن مهمة المراقبين تعقدت كثيرا ويتحدث عن تقارير مقلقة للغاية واردة من دمشق الاتحاد الأوروبي اقترب من الاتفاق على قرار فرض حظر على صدرات النفطية الإيرانية روسيا تهدد برد على أي عملية أحادي على الساحة الدولية لا تأخذ المصالح الروسية بالاعتبار دراسة جديدة تتخوف من أمن المواد النووية في عدد من الدول التي لا تتوفر فيها معايير السلامة في حين بدى مصير بعثة المراقبين العرب في سوريا غير محسوم بعد التقييم السلبي والثغرات التي شابت المهمة إضافة إلى التعاون الرسمي السوري الجزئي رفض أمين عام جامعة الدول العربية انتقادات الأسد للجامعة مرجحا في حديث لقناة الحياة المصرية أن تؤتي العقوبات الاقتصادية والضغوط ثمارها على النظام السوري الآن وقفة مع الأخبار الرياضية مع خليل تفضل خليل أهلا حنان مساء الخير مساء النور أهلا بكم ضمن الجولة السادسة عشر من الدور السعودي لكرة القدم تعادل الهلال مع ضيفه التعاون بهدف لمثل في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء أخبار الرياضة انتهت ونعود الآن إلى حنان شكرا لك خليل نهاية نشرتنا مشاهدين وهذا تذكير بأبرز عنوينها العربي يعتبر أن مهمة المراقبين تعقدت كثيرا ويتحدث عن تقارير مقلقة للغاية واردة من دمشق الاتحاد الأوروبي اقترب من الاتفاق على قرار فرض حظر على الصادرات النفطية الإيرانية روسيا تهدد برد على أي عملية نحادية على الساحة الدولية لا تأخذ المصالح الروسية بالاعتبار ودراسة جديدة تتخوف من أمن المواد النووية في عدد من الدول التي لا تتوفر فيها معايير السلامة شكرا لمتابعتكم ألقاكم على رأس الساعة في مجزة أهم الأنباء إلى اللقاء اشتركوا في القناة